في فرق كبير بين الحقيقة وبين الواقع الواقع هو اللي أنا شايفه بالمنظور هو اللي عيني شايفاه هو تحليلي أنا الشخصي لهذا الأمر أو لهذا الظرف الحقيقة مختلفة تماماً عن كده الحقيقة هي إزاي الله بيحلل هذا الظرف وإزاي الله بيشاور عليه وبيشوفه مهمة قوي أن نفهم الفرق ده علشان نقدر يعني نبقى فاهمين كل ألعاب إبليس حوالينا بيجي مش معنى أن أنت مثلاً في وقت من الأوقات حسيت أنك مثلاً في زن أمادية أو بتعدي بزن أمادية معناته أن أنت فقير الواقع بيقول أن أنت عندك احتياج مادي لكن الحقيقة ما هياش أن أنت فقير الواقع ممكن يقولك أن أنت عيان لكن الحقيقة ما هياش أن أنت إنسان مريض ففيه فرق كبير قوي وهنشوف إيه الفرق بين الاتنين علشان نقدر يعني نفهم الفرق بينهم فهي زي ما بنقول أن الحقيقة هي نظرة الله للأمر أو الرب بيشوف إزاي هذا الأمر خليكوا فاكرين يا حبائي أنه الشيطان دايماً يحب يلوي ويستخدم الواقع لكن يسوع بيعلن الحق الشيطان يلوي الواقع يعني يستنىك أنت في وقت من الأوقات حاسس أن عندك زن أمادية وبتمر بزن أمادية ويقولك أصلي أنت إنسان أنت إنسان يعني فقير وتبتدي الحقيقة دي تعيش جواك وتصدقها عن نفسك أو أصلي أنت إنسانة مريضة أو whatever زي ما احنا بنتكلم لكن يسوع دايماً يحب يعلن الحق فيه فرق كبير جداً بين الاتنين وعشان كده أنا فكرت أنه مهم أننا نتكلم عن الموضوع ده عشان نقدر نفرق بين الواقع وبين الحقيقة أكتر قصة في الكتاب المؤدس بتفهمنا الأمر ده في قصة يوسف كلكم عارفين قصة يوسف إنه لما إخواته خدوه بعوه وأخدوه القميص بتاعه الملون حطوه في دم بتاع حيوانات وأخدوه للأب وقالوله الحق ده ابنك يوسف الظاهر إن حيوان مفترس قد أفتك بيه فالواقع يقول إنه أدي قميص ابني اللي أنا عارفه الملون اللي أنا جبته له ومليان ملطق بالدم فيقول إنه فعلاً ده يوسف مات يوسف مش موجود أني مور لكن في الحقيقة هل كان يوسف مات؟ الحقيقة كانت بتقول حاجة مختلفة تماماً عن كده الحقيقة كانت بتقول إنه كان عايش لكن يا حرام اللي تزلم في النص مين؟ يعقوب يعقوب مسكين أب عاش طول عمره معظم سنين حياته من بعد كده فاهم إنه يوسف مات وعاش حزين ومكتئب على موت يوسف فعشان كده مهم جداً إنه نعرف ونفرق في كل مرة بييجي صوت جوانا نفهم ده صوت الواقع ولا ده صوت الحقيقة ده حقيقة ولا واقع ونقدر نميز بين الاتنين الحقيقة بتقول إنه يوسف ماتش مور كتيرة ممكن تكون ماتت في حياتك لكن أو أنت شايفها إنها ماتت في حياتك يجي بليس يقول لك أصلاً خلاص الحب انتهى ما فيش حب أي مور لأهلك لولديك عايشين ولا وتقفر وتبتدي أنت تصدق إنه أنت إنسان ما فيش حد بيحبك أي مور لكن الحقيقة مش كده فأنا النهاردة جاية عايزة نفرق كويس قوي بين الاتنين لأن ده هيدينا فتحة جديدة إزاي نقدر نفهم حيال وأكاذيب إبليس وما نصدقهاش الكتاب بيقول إنه إبليس دايماً بيستغل سلاح هو سلاح الكذب لأنه هو معروف عنه إنه كداب وأبو كل كداب فهو بيحب يستغل هذا السلاح ضدنا باستمرار لكن خلي بالك إنه في آية في الكتاب بطرس الأولى بتقول كده أما أنتم في جنس مختار كهنوت ملوكي أم مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب أحبائي الحتة دي بتبين لنا إنه إن الله في تصميم ولينا لما تولدنا من جديد ولما ديناه وسلمناه حياتنا إنه نبقى عايشين في نور عجيب إنه نبقى تنقلنا من الظلمة إلى النور إن الظلمة لا تخشانا بعد كده وإنه نبقى عايشين مش فاهمين إيه اللي بيحصل وأي أكذيف تعدي جوانا نصدقها وأي كذبة من إبليس جوانا ماشي لا ده الله نور أعمقنا نور جوانا علشان نفهم إيه اللي بيحصل قدامنا عشان نقدر نميز بين الاتنين أحبائي لو إحنا فعلا يعني ممتلئين بروح الله ومخلين نوره العجيب جوانا يشع من جوانا هتفضح كل ظلمة النور مكتوب عنه كده إن النور يفضح الظلمة الظلمة ما تلاقلهاش مكان في وسط النور فعشان كده إحنا محتاجين نخلي النور اللي الله أصدنا إن نعيش فيه من الظلمة إلى نوره العجيب ده النور العجيب ده أصد الله إن إحنا نعيش به عشان ما نبقاش بنتخبط في الظلام ومش فاهمين الدنيا مش يزاي النور ده يا أحبائي مش هيبهرك أنت لوحدك ولا هيبهرك أنت لوحدك لما تحس إنه أناك مفتوحة فاهم الدنيا مش يزاي قدامك لكن كمان هيبهر اللي حواليك هيشاع ببهاء وبمجد على الناس اللي حواليك فخلينا ندي مساحة أكبر جوانا لهذا النور إنه يشاع جوانا وإنه فعلا يخلي كل ظلمة وكل كذب العدو يهرب من قدامنا في يحنى بيتكلم كده يحنى الأولى بيقول والنور يضيق في الظلمة الظلمة لم تدركه وبعدين بيتكلم على كان إنسان آتي إلى العالم ليشهد للنور لم يكن هو النور بل ليشهد للنور يتكلم على يحنى وبعدين قال كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتين إلى العالم مين هو ده شخص يسوع وبعدين يقول إيه لخصاته جاء وخصاته لم تقبله أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله أولاد الله دول اللي جم من النور الحقيقي اللي إحنا لسأريين عنه دول هم كمان أعطاهم العطية إن هم يبقى جواهم هذا النور العجيب وينور جواهم طيب زي ما شفنا هنا إن الأمر دمه كله واقف على أنت قبلت الرب ولا لأ وإذا كنت فعلا قبلت أو قبلت الرب فأنت مؤهل لهذا النور العجيب إنه يكون في دخلك أنت يسوع عايز يشاعب نوره من خلالك ومن خلالك الحقيقة إنه عايز عايز نتملي بالكلام ده كل يوم عايزين نفهم إيه اللي على فكرة الله لنا من هذا الأمر كل يوم عشان نقدر نعيش فيه نقدر نعيش بهذا النور وما نصدقش الكتب بتاع إبليس اللي بيعدي به من حوالينا إبليس فأحياناً كتير بيقدر يجذب علينا ومش مش متأخر في الحياة لكن من وإحنا صغيرين يعني يستغل ظروف معينة عدنا فيها وإحنا صغيرين علشان يخلينا نكون فكرة معينة وكذبة معينة عن نفسنا جي لواحد اسمه مافيبوشس كان وقع ابن ابن حفيد يعني حفيد شاول وكان وقع والشخص ده لما وقع من إيد النيرس بتاعته حصل له إنه بقى أعرج بقيت رجلي فيها يعني زي كسيح فقعد الحقيقة الأمر ده جواه وفاهم إنه هو إنسان مش مش كامل مش زيه زي أي إنسان تاني عايش بهذا العيب الخلقي طول عمره حغاية لما حتى جيه داود الملك ودور عليه وجابه وقال له أنت مش أنت 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 مش بس هتقعد عندي في المملكة هنا ده أنت هتقعد تاكل على المائدة بتاعتي هتاكل معايا على المائدة بتاعتي لكن هو فضل مكون فكرة وكذبة جواه إن أنا إنسان صغير إن أنا إنسان قليل إن أنا يعني ما ينفعش إن أنا قعد على مائدة الملك وأنا إنسان كسيح فضلت الفكرة دي جواه أكذيب زي كده يا أحبايا بتتكون جوانا منذ الصغر وإذا دلوقتي ما ابتدناش نتعامل معاها ونفهم إن دي مش حقيقة هنعيش طول عمرنا لغاية ما نتنقل للأبدية وإحنا مصدقين الكتبة دي دي ممكن تمنعنا عن حاجات كتير قوي في الدنيا يعني لو كانت واحدة زي إستر فهمة إن هي بنت صغيرة متاخدة مذبية لو كانت قعدت فهمة إن هي يعني ما تصلحش غير إنها تكون كده ما كانتش بقت ملكة في يوم من الأيام وما كانتش بقت بقت هي الشخصة اللي الرب هيستخدمها عشان يوجد خلاص لشعبه فأنا عايز أقولك إن الأكاذيب دي حقيقة إبليس بيحاول يحاربنا بيها يدحك بيها علينا ويخلينا هنصدق إن هي حاجة بحق أنا لما بقول حقيقة ما أقصدش إن هي حقيقة حقيقة جواك بقصد إن أنت بتصدقها لدرجة إن تعملها حقيقة جواك إن تديها ذهنك وتديها حياتك وإذا الرب تدك إنك تدخل في حاجة أكبر منك تبقى مش قادر حاسس إنك ما تستهلش وإنك ما تستحقش لأن الأكاذيب اللي جواك المتكونة بيها عن نفسك نهاردة الله عاوز يكسر هذه الأكاذيب يا أحبائي عشان كده عايز يفهمنا إيه الفرق بين واقع بين أنا فعلا وقعت وحصل إن رجليا حصل فيها عيب وبين إن أنا أستحق إن أعود على مئدة الملك بين إن أنا بنت مسبية وبين إن أنا أستحق إن أكون ملكة مش عشان أي حاجة بس عشان أنت ابنه اللي عاوز يعمل منك أمر عظيم واللي عاوز يعمل منك شيء كبير لو أنت فضلت شايف نفسك بالكذبة اللي إبليس حطها عليك هتفضل حاسس إن أنت غير صالح إنك تسلك في الأمور العظيمة والكبيرة واللي أكبر منك بكتير اللي الله أعدها ليك عشان كده لازم تصدق الحقيقة بتاعت إلهك اللي قالها إن أنت تصلح لمملكة إن أنت الله شايف منك بيربس كبير وهدف كبير لازم تسلك فيه أمين فعشان كده إحنا نفسنا نفهم أكتر إيه هي الفرق بين الأكاذيب اللي إبليس بيتحك بيها على أزهنة وبين الحقيقة أنا أحذكر شوية أكاذيب يعني اللي فكرت إن أتكلم عليهم بسرعة أول كذبة يجي لك يقول لك إن أنت إنسان خاطئ وإن أن عمر وإن الله عمره ما هيقبالك ده إنت خطاياك قد كده إنت ناس اللي عملتوا طول السنين اللي فاتت وإنت متخيل إن أنت بوحش تجدي كلها هتيجي تقول للرب يعني أنا عايزك تدخل قلبي وتقول للصلاة للناس دول بيصلوها في خمس دقايق وخلاص على كده وأعمالك كلها زي يعني مش حلوة ومش ما تمجدش الله متخيل إنه كده ربنا هيستجيب ليك أحبا إيدي كذبة من أكاذيب إبليس عشان عايزي يوقفك في مكانك وعاوز يشلك عشان ما تقبلش غفران الله لخطيئك الله عايزك النهاردة تقوم وتنفض إبليس من عليك وتقول له يا إبليس أنت كداب ليس من أعمالك لا يفتخر أحد وإلا المسيح إذن فمات بلا سبب أحبا إيدي خدعة إبليس وفخ بيوقعك فيها علشان مش عايزك تطلب الرب لحياتك وعايزك تقف في محلك سر عايز ما يخلكش تتقدم مع الله وتقع تعيش شرير وتموت في الشر وبعدين تروح معاه في الأبدية أحبائي خلينا النهاردة نفهم أنه لو أي حد فينا إبليس النهاردة بيقول له أنت أعمالك ووحشتك أكتر من أن هي تخفر ليك أن دي كذبة مفيش حاجة ممكن تعملها حلوة كانت أو وحشة تخلي الله يحبك بطريقة أكتر من اللي هو قريدي بيحبك بيها الله أحبك محبة غير عادية محبة كاملة أرسل ابنه عشانك مش مستني أن أنت تعمله عمل كويس علشان هو عارف جبلتنا هو عارف أنه أصلا من قبل ما هو يدخل جوانا ويساعدنا إحنا ما نقدرش نعمل حاجة كويسة من زواتنا فهو عارف الأمر ده عننا فمش مستنيك أنك تصلح في نفسك ولا أنك تبقى إنسان كويس قبل ما تجيله طبعا أنت لو إنسان كويس أنت مش محتاج تجيله بس عمرك ما هتكون إنسان كويس لأن بالخطايا حبلت بي أمي فأحبا يخلينا نصق أن الله عايزك زي ما أنت بحالتك زي ما أنت وما تصدقش كذب إبليس عليك صدق عمل الصليب من أجلك واتدي له قلبك واتدي له حياتك وقل له أنا النهاردة بقبلك مخلص لي وهصدق إن أنا من اليوم للأبدية أنا بقيت ابنك وأنا عايش معاك وهروح عندك في الأبدية أمين دي أول حاجة بيقول كده إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اسم أحبا مش هكلم تاني في النقطة دي لكن مش بالأعمال الأعمال هتيجي بعد كده وهتدركك بعد كده لأنه الإنساء لما بيسكن فيه روح الله طبيعي بيعمل أعمال كويسة مش محتاج إنه يحاول إنه يعمل أعمال كويسة روح الله اللي جوانا هو اللي يساعدنا إنه نعمل الأعمال الكويسة فدي أول كذبة منتش محتاج تصدقها الكذبة الثانية اللي إبليس بيكذب بيها على أزهنة هي إنه ييجي يقولك إنه إن الله مش يعني إنت قبلت الخلاص آه بس يستنى لك كده تاني يوم تلت يوم أسبوع اتنين وتغلط غلطة تعمل حاجة أنا قلتلك أنت منتش من الناس دول أنت برا أنت منتش منهم ما تفكرش إنك تكون واحد منهم أنت مش إنسان ولا أنت مش إنسان قبلت الرب ولا أنت ابنه برضو دي كذبة تانية يبقى كذبة يحاول يمنعك إنك تيجي للرب كذبة تانية أول ما تيجي وإنت لسه يدوب مديله حياتك ومسلمه قلبك وتعمل حاجة مش صح ولا حاجة غلط وروح الله يبكتك جواك علشان تتوب تاني وتقول له يا رب خلاص أنا هسيب الخطية دي يجي لك إبليس قبل ما تتوب يروح يقول لك إيه أنت منتش ابنه دي شكاية يا أحبائي دي شكاية من إبليس عليك علشان يفشلك علشان عايزك تفشل في الطريق وما تكملوش لكن الله بيقول الله هو الذي يبرر إحنا مش محتاجين إبليس هو اللي يقول لنا في فرق بين التبكيد وبين الدينونة إبليس بيا دين إبليس يجي دينك يقول لك شفت أديك عملت حاجة غلط شفتي أديك وقعتي في الخطية الفلانية لكن الله روحه القدوس اللي جواك يبتدي بكتك علشان تقول له يا رب تعترف بالخطية دي ويديك نصرة عليها ومن حاجة لحاجة ويبتدي يمشيك في السكة معاه فما تقبلش كذبة إبليس أول ما تعرف الرب جديد ويبتدي يقول لك أنه برضو كذاب كذبة تانية فدي شكاية من شكاية إبليس عليك الحاجة التانية ييجي يقول لك أنك أنت منتاش إنسان مختار وإلا ما يوقعكش يعني يعني يقول لك بص أنت عملت فيها أنك مؤمن وعملت فيها أنك مشيت مع ربنا أسبوع أنت أديك لسه بتغلط ليه ما بطلتش الحاجات اللي بتعملها ده أنت في حاجات قد كده مش عارف تطلع منها مش عارف تخلص منها بقول لك أنت إنسان ما انتاش مختار الناس المختارين دول ناس معينين ليهم يعني ربنا كده بيبقى مختارهم نضاف سكة نظيفة بيمشوا في طريق سهل الكلام الكلام ده كله يا أحبائي غير مظبوط ما تقبلش هذا هذه الكذبة برضو كذبة تانية عشان كده بيقول في رمية تمانية والذين سبق فعيانهم هؤلاء دعاهم واللي دعاهم فهؤلاء بررهم والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا أحبائي احنا مختارين كل شخص فينا كل واحد سمع صوتي النهاردة كل واحد سمع صوتي النهاردة انت وانت انسان مختارة سواء انت جاي من خلفية مختلفة سواء انت دينك مختلف عن يسوع سواء انت طيفتك ما بتقولش الكلام ده أنا بقى أؤكد ليك وبثبتلك من الكتاب المؤدس انك انت انسان مختار وانت انسانة مختارة لو انت اخترت انك تمشي مع الله لو انت اللي اخترت انك تكمل في سكة تيجي في سكة ربنا وتخليه هو يمشي معاك ما تديش ودانك لابليس ما نسى اشتكي على مختارية الله الله هو الذي يبرر مين اللي بيدين ابليس الله لا يدين لكن الدينونة لسه متأجلة للمستقبل لو انت النهاردة وفي الارض هنا وانت عايش هترفض هذا الصوت اللي الله بيوجهه إليك انت هتواجه الدينونة بالتأكيد هتيجي وتقف قدام عرش الله وهتدان لكن النهاردة الله مش بيدينك النهاردة صوت الله ليك كله محبة كله عطاء كله حب كله قبول رحمة بيمدي بيمدي ايده إليك وعايزك وعايزك بس انت تعالى ما تضيعش الفرصة منك والوقت وقت مقبول اقبل انك تبقى من شعبه اقبل انك تبقى من الناس بتوعه يقول كده في بطرس الاولى اتنين اما انتم فجنس مختار كهنوت ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل اللي دعاكم من النور من الضلمة الى النور ده كان نوع معين من الاكاذيب الكذبة اللي بعد كده اللي ممكن ابليس بيجي يكذب بيها يقولك ايه ان ربنا مش في صفك تعدي في ظرف صعب او تعدي في ظرف مش سهل وتقفر اللي بيحصل معاك وتبص تلاقي يقولك انا قلتلك انت مش من مش منهم الظروف ليه صعبة ليه الدنيا واقفة معاك ليه السكة مش ماشية اصل انت انت ما حصل لكش حاجة اصل كل اللي فات ده كان وهم انت كنت متخيله ويه تبتدي تفكر كذب ابليس انه ربنا ضدك ويفكرك يقولك اصل انت ناسي اللي انت عملته انت عملت كذا وانت عملت كذا وانت انكرته في الحتة الفلانية وانت كذبتي ولا نميتي على صحبتك في الامر الفلاني ويبتدي يفكرك فتحس نفسك ان انت ما تغيرتش ولا حاجة ان انت زي ما انت وعشان كده ما حصلش حاجة بالنسبالك وان الله كمان مش بيحبك ولا مش في صفك ده هو يعني ضدك برضو نوع من اكذب ابليس انا بقى اؤكد عليك ان دي برضو كذبة من ابليس ما تصدقهاش بالعكس الله جنبك الله واقف معاك يقولك انا هاخدك من يمينك من يدك اليمنى ومشيك انت وقعت لما انا لما بيبقى عندي ابن صغيرة وابن صغيرة وبيقع مش بسيب واقع باخده من يمينه وقومه وامشي به النهاردة الله بيعمل معانا نفس الشيء يا احبائي الله عايز يوقفك مش عايزك تصدق كدب ابليس انه ان الله ضدك بالعكس الله بيحبك الله في صفك ان كان الله معنا فمن علينا الحقيقة انه طول ما انت ابن وابنة لي ارفض هذه الانواع من الاكاذيب اللي ابليس بيتحك بيها على عقلك كلها كذبة عشان عايز هدفه منها انه يشل حركتك ما تنموش في العلاقة مع الله انك تقف في مكانك ما تجبرش معاه وما تتعلمش طرقه وما تفهمش ازاي تمشي معاه المشكلة انه مش الله في صفي ولا لأ لكن الامر المهم الحقيقي انه انا اكون في صف الله هل انا هل انا في صف الله لو انا في صف الله مش هرفض الاكاذيب دي واقول له يا بابا الحقني لما الطفل بيقع اول حاجة بيعملها بيبص الماما ويرفع ايده ليه لانه عارف مامته هتشيله نفس الامر معاك ومعاكي الكتاب بيقول كده انه في كل دي قام تضايق معه وارسل ملاك حضراته ليه ينجيهم الله عاوز يعمل كده ونتعلق بشخص يسوع لانه هو اللي هيرفعنا فوق هذه الامور وفوق هذه الاكاذيب كتبة تانية يجذب بيها عليك يقولك اول ما تعي ولا اول ما تحس ان عندك شوية مرض يجي يقولك اصل انت انسان مريض ومش هتخف او ان انت يسوع انت بتؤمن ان يسوع بيشفي هو فعلا بيشفي ما قدرش انزي حقيقة ما قدرش ينكرها ابليس لكن الحقيقة الكذبة اللي ممكن يجذب بيها عليك يقولك هو فعلا يسوع بيشفي بس هو مش عايز يشفيك او هو مش هيشفيك هو بيشفي ناس تانية بس انت تبتدي تصدق عن نفسك ان اه ممكن يشفي كل الناس اللي حوله ويمكن كمان تكون يمكن تكون حتى بتصلي في الكنيسة الناس حواليك لكن ما عندكش ايمان ان يسوع عايز يشفيك انت او يسوع ولا مش هتصدق هتعرف ان دي حقيقة وده ده ده اللي الله عايزه ليك ولا هتصدق الواقع السمتمز والأعراض اللي انت حسسها اعراض معينة بتبقى يعني تبقى شايف انه اه لسه انا زي منا منا صليته الامر ما اختلفش احبائي ما تصدقش كذب ابليس صلي بايمان وخلي عندك ايمان ان يسوع يشفيك وهو عاوز يشفيك خد شفاقك منه وحتى لو ساعات بتفضل الاعراض موجودة علشان علشان يسوع يشوفك هتعمل ايه وهتتصرف ازاي حتى لو الاعراض لسه ما تلعدش منك انا مش بقول تنكر ان انت ان انت مش ان انت عيان او لو بتاخد دوة توقفه او كده لكن انا بقول انه خد كلمة وخد وعد من ربنا ان انا هو الرب شفيك واقف على هذا الوعد وقوله انت شفتني انت مش شفتني النهاردة لما انا صليت وطلبت الشفا ده الاعلان اللي حصل جوايا حصل النهاردة لكن يسوع شفانا يا حبائي على الصليب زي ما قابلت يسوع وزي ما عارفت انه هو بيخلص من الخطايا وخلصك من خطاياك كمان يسوع بيشفيك من امراضك يسوع عاوز يخفف جسدك بس صدق انه الشفا ده بتاعك وليك انه يسوع عاوز يعمل كده كان يقول يصنع خير يشفي جميع المتسلط عليهم جميع يقول لما جاله الابرس يقول له انا عارف انك بتشفي بس ان اردت تقدر ان تطهرني يعني اذا انت عايز يسوع قال له مدل يقول كده بالظفر فتحنن يسوع ومد يده ولامسه زي ما بنقول وقومه وقال له اريد فأطهر يعني اكذيب ابليس بيتحك بيها علينا لكن خلينا نفهم كلمة ربنا بتقول ايه ونصدقها اريد فأطهر الله عاوزك تطهر النهاردة الله عايزك تخف النهاردة عايزك تكون صحيح يقول كده اروم ان تكون صحيحا في كل شيء كما ان نفسك صحيحا يسوع يا احبائي لما تقلم على الصليب يقول حمل كل امرادنا حمل اوجعنا كل احزننا حملها واوجعنا تحملها نحن حاسبنا مصابة مضروب من الله ومزلول ولكنه مجروح لاجل معصينا مصحوق لاجل اسامنا تقديب سلامنا عليه وبحبره شفينا بحبره شفينا عارف انت النهاردة لو مسكت في الكلمتين دول بس وبحبره شفينا يسوع يشفيك النهاردة صدق في يسوع اللي بحبره وبجروحه على الصليب شفاك واخد شفاك منه النهاردة مفيش اب يتلزز يشوف ابنه عيان انا ام يعني بنتي كانت عيانة مبارح ما كنتش مبسوطة ان شايفاها تعبانة عارف ان يسوع هيشفيها لكن ابقى مبسوطة وهي عيانة ولا ابقى مبسوطة لما اشوفها بتجري وبتلعب ومبسوطة كمان هو كده هو اب محب وحنين ومش عايز اولاده يكونوا في مرض فصدق في يسوع امسك في كلمته حتى لو طال الوقت شوية حتى لو طالت الفترة شوية لكن يسوع لازم يتمجد معاك امين يسوع بيتحنن لما شاف الست اللي ابنها الوحيد مات جه ودخل عشان يقومهولها من الاموات هو قادر وهو حنين وهو يقدر انه يمدلنا ايده بالشفا اخر كدبة وبسرعة هعدي عليها عشان الوقت خلص بتاعنا انه يجيلك وانت عندك ظروف مدية صعبة ويقولك اصلا انت فقري هتعيش وتموت فقري وانت ما تفكرش انك هتطلع من الامر ده هتباقي كله كلام بتاع ابليس مش لازم نقبله مرة تانية لانه الله يقول كده فيملأ الهي كل احتياج كل احتياج حط الاحتياج اللي انت شايفه عندك دلوقتي قدام الرب وقاله انت بتملأ هذا الاحتياج بالاسم حط هذا الاحتياج بالاسم قل له الرب انت تملأ هذا الاحتياج النهار ده بالاسم يملأ الهي كل الاحتياج اي احتياج عندك يسوع يملأ بحسب غناف المجد في المسيح احبائي في نهاية الحلقة نفسي اقفل عند كده واقول لكم انه ما تصدقش في كسب ابليس سواء عاوز يوقفك بعيد عن يسوع او عاوز يوقفك في مرض معين او في زنقه مادية معينة يتكلم الكتاب عن اسحاء انه كان في مجاعة لكن فضل يزداد جدا والله يعزمه يعني في وسط الجوع والناس كلها بتعاني في وسط الاقتصاد الوحش في وسط الدنيا اللي شكلها مضلم يسوع يظهر ولاده ويتمجد مع اولاده خلينا نسدق في امور الله ونرفض اكاذيب ابليس ارفض انه يقول لك انت ملكش مكان عنده في السماء انت ليك مكان في السماء يسوع شيل لك مكان وحيثه انا اكون خدمي طلع ويعد لنا مكان وحيثه يكون هو نكون نحن ايضا في نهاية البرنامج احبائي خليني اقول لكم انه بكلمات بسيطة جدا تقدر تطلب يسوع لحياتك وتطلب يسوع ليك وتقول له يا رب تعالى ادخل لقلبي نور حياتي بنورك العجيب انقلني من الظلمة الى النور خليني اعيش في نورك العجيب وخلي اكاذيب ابليس دي كلها تتفضح قدامي واقدر اعرف اميز بين الواقع وبين الحقيقة ومش لازم ان اعيش بالواقع لكن اعيش بالحقيقة اللي انت اصدتني ان اعيش بيها احبائي في نهاية الحلقة نفسي اقول لكم يسوع بيحبكم وعلى قلبه افكار جميلة ليكم لو انت وانت صدقتوا وعشتوا بالحقيقة مش بالواقع ربنا يبرككم ونتقابل في حلقة جديدة من برنامج سبب وجودي تابعوا معنا ويسوع معاكم اشتركوا في القناة